دورة تدريبية نظمتها مؤسسة الطالب العراقي لعدد من طلاب جامعة بغداد جاءت بعنوان تغيير الاتجاهات نحو السلام والتعايش السلمي لنبذ الافكار المتطرفة التي تحث على العنف والكراهية بغية التوصل الى نقاط تضمن سلامة التعايش مع الاخرين بعيدا عن تلك الافكار برنامج لنا هذا اليوم كان عبارة عن دورة في تغيير الاتجاهات والتعايش السلمي بالتعاون مع مركز البحوث النفسية في جامعة بغداد هذه الدورة جاءت لتعطي دفعة لشبابنا التي تعتقد المؤسسة اليوم أن الشبابهم أفضل من يحمل رسالة التعايش ورسالة السلام كانت دورة أفاق واسعة خلتنا ونفهم شنو السلام وشنو التعايش والحمد لله وشكر لاقت حضور كل جيد اتجاهات كثيرة طرحت بهذه الدورة التي لخصت كيفية التعايش السلمي مع الاخرين ولا سيما في الوقت الذي تشهد فيه البلاد هجمة تحض على بث سموم الكراهية والارهاب بين مكونات الشعب العراقي بالخطوط العريضة شرحت مضامين تلك الافكار التي اشترك بتبيانها أساتذة متخصصون من جامعة بغداد كانت المحاضرات مكثفة حقيقة فيها هدف هو كيفية صنع السلام بدءا بمجموعة من الشباب الذين لديهم روح التعاون والعمل لتقديم شيء لهذا البلد هذا التعاون كان منصب بين مركز البحوث النفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسس الطالب العراقية مشكورة بدلوا جهدا كبيرا معنا وكانت هناك نخبة من الطلبة سواء كانوا على قيد الدراسة أو خارج الدراسة نهاية المطاف كرم الطلاب المتفوقون ممن كانت لهم بصمات واضحة في هذه الدورة والذين امتازوا عن أقرانهم بطروحاتهم ومشاركاتهم التي تؤشر وجود وعي ثقافي تجاه التعايش السلمية ضمن أطر الإسلام القويم من بغداد عبدالله نوري بلاد الفضائية